وبخلاف ما صرح به القائد الأعلى للقوات المسلحة حيدر العبادي بعدم وجود قوات أجنبية على أرض معركة الموصل كشفت مصادر صحفية عن وجود وحدات عسكرية أمريكية في هذه المعركة ميدانيا مرتدين بزات عسكرية سوداء مشابهة لزي وحدات مكافحة الإرهاب صحيفة ميل تري تايمز الأمريكية ذكرت أن الجيش الأمريكي أمر بتغيير ملابس الوحدات العسكرية التي تنشط على الأرض وذلك بهدف الحد من استهدافهم وتحقيق تنسيق أفضل مع القوات المحلية وتقليل العلامات الدالة على الوجود الأمريكي